السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباحكم عطر بذكري لأهلا وسهلا بكم جميعا وكلكم على رأسي من فوق في الحقيقة موضوعنا النهاردة صعب جدا وصعب علي أنا شخصيا إن أنا أتكلم فيه ولكن يعني هاخد الجراءة ولا أنا هتكلم فيه كانت رشعة أقدم لكم للحلقة دي بس قلت لها ستاني أجري أنت شوية أنا هاخش إيها هتكلم فيها أتمنى لأنتوا تعملوا لايقات عشان أنا يعني متوجس خيفة أو خايف من الحلقة دي ولكن يعني أتمنى لأنتوا تعملوا لايك شكرا لكم وشكرا لكم على اللايقات أنتوا بتعملوها وألف شكر طيب إحنا النهاردة هنتكلم عن هذا إيه هو ده اسمه رحان القصاري إيه هو رحان القصاري أقول لكم دلوقتي بس إيه أصبروا على شوية يعني أجمد قلبي وأنا بأتكلم يعني طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب الناس كلها أو معظم السيدات بتحب تسيل الشعر الزائد في الجسم أو فيه شعر بيبقى زائد يعني غير مرغوف فيه بتبقى بعينين يعني مستحب اللي هي إيه إيه تشيل وده طبعا عرفة عندنا في المجتمع العربي فلازم إيه نشيل الشعر الزائد ده طيب إحنا إيه هي الطريقة آمنة اللي إحنا نشيل الشعر الزائد في الجسم سواء في مراتك الأنسوية أو مثلا في الإيد أو في الوش وده يختلف تماما ده عن ده في النبتة اللي إحنا نتكلم عليها ديت اللي هي اسمها ريحان القصاري واسمها مشهور في مصر وهاقول لكم اسمها إيه دلوقتي بس إيه خلونا جمد إيه قلبي شوية كده أو أنا ما أتكلم في الحقيقة آآ معظم مزيلات الشعر هي مصيبة وكرسة على الإنسان بدرجة رهيبة تمام كده طيب ليه إيه اللي بيحصل في مزيلات الشعر اللي هو الاسبريل اللي إحنا يعني السيدات بتجيبه بيحصل إيه حضرتك أول لما بتيجي تروشي كده على الأماكن اللي إنت هتشيري منها الشعر هتلاقي إن حصل إنسيدات في المسام تمام كده وبالتالي ما فيش أكسوجين طالع يعني الجلد مش بيتنفس فبيحصل إيه فبيحصل عملية إسمرار في المنطقة فبالتالي خلاص المنطقة دي مش داخل لها أكسوجين مش عارفة تتنفس فخدي بقى عندك بقى إيه أمراض بقى كتير جدا بقى تمام فإيه هو الحل الآمن الحل الآمن في قصارى الرحان ده قصارى الرحان اللي هو مشهور به في بعض الدول العربية ولكن هو مشهور عندنا في مصر به نبات السعد أيوة نبات السعد طيب خيات ونبدأ نمسح بيها على المكان الموجود بعد إزالة الشعر هنقرر الكلام ده خمسة يام وراء بعد ونقف تمام كده هنقرر الكلام ده خمسة يام وراء بعد ونقف اللي انتو هتلاحظوه هتلاحظوه ان في بعض الشعيرات ما بقيتش تطلع وفي شعر تاني ابتدى يطلع فالمرة التانية او الدورة التانية هبدأ اركز عليها تمام أبدأ اركز عليها لان من خصائص نبات السعد اللي هو بيلعب على الجينات بتاعة الشعر تمام كده بيلعب على الجينات بتاعة الشعر بيمنع ابطأها بطرجة رايبة يخاد يكون مثلا بيعني بتبقى درجة الفايدة فيه او الفعلية فيه مية في المية وده اقمن من يعني لو احنا عملناه زيت اللي هو زيت السعد هيبقى اقمن بكتير قوي من زيت النمل او المتدرج او الاسم يقول لك زيت ركب النملة يبقى اقمن منه بكتير بس خلينا على الاسم التاني اللي هو زيت انما اقمن منه بكتير تمام كده يا جماعة طيب يبقى احنا كده اتكلمنا لو احنا عايزين نشيل شعر لايه الواجه طب لو لو الايد مثلا ممكن تستخدمي الزيت اللي انا هعمله لك دلوقتي والزيت هنا ليه طريقة خاصة بحتة لو انت حاب ترش مية او ترش المنقوع بتاعه مفيش ادنى مشكلة طب ازاي احنا هنعمل زيت السعد وركزوا معايا جدا لان الطريقة بتاعته طريقة صعبة شوية وهتاخد منك مجهود ولكن النتيجة هي 100% 100% طب ازاي هنعمله هنجيب البولة بتاعتنا اهو وهنحط نباتي السعد معانا اهو هنحط نباتي السعد معانا وهقول لكم على فكرة عبقرية تاني هقول لكم على فكرة عبقرية ان احنا ازاي نستخدمه وهناخد معانا زيت الايه الزتون او اي زيت عندك بس يفضل زيت الايه الزتون اهو حطينا معانا وهنقفل بكد اهو خلاص وهنعمل اي يا جماعة بصوا يا جماعة واحدة واحدة اتمنى اللي انتو تركزوا هنقلب فيه كده خلاص كده طيب هنعمل ايه بعد كده هناخده على النار لمدة 10 دقايق على حمام ماريم اللي هو اسخن الكلام ده عن طريق البخار ولفه في حتة صوف وبعيد عن الدوق بعيد عن اي حاجة واحطه على جنب تمام كده طيب اجي في اليوم التاني اجي في اليوم التاني اخده برضه واحطه على حمام ماريم لمدة 10 دقايق واحق شايله شايله اقرر الكلام ده سبع تيام تاني اقرر الكلام ده سبع تيام بعد كده خلاص معملش العملاء دي اطلاقا خلاص اسيبه بقى اسيبه المدة قد ايه عشرين يوم تاني عشرين يوم تاني عشرين يوم وطبعا هنقرر الكلام ده هندهن منه بعد محضرتك هتشيل الشعر انت مش عايزه خالص هتشيله هتبدأي تدهني منه لمدة اربع تيام متتالية وربعات تاني هندهن منه بعد ازالة الشعر لمدة اربع تيام متتالية وقف ما استخدمهوش وقف ايه ما استخدمهوش هيتطلع لك نفس النتيجة ان انت مثلا في بعض المناطق خلاص اتمنع منها الشعر نهائيا وفي بعض المناطق برضو ابتدى الشعر برضو ايه خف شوية هنعمل ايه هنعمل عملية ازالة الشعر المعتادة اللي انت بتعمليها بعد كده هنطبق نفس الكلام تاني لمدة اربع تيام متتالية تمام تمام طيب اه لو انا حبيت استخدمه على اليد اعمل ايه ممكن اخط زيت ما فيش مشكلة طيب لو انت معتادة اللي انت تعملي عندي كريم او اي حاجة ممكن تحطي مثلا منه اه اطرة او اطرتين على اي كريم عندك وتخليها على جنب وتخليها على جنب وتكتبي عليها كده كريم ازالة الشعر تمام كده وتبدأ تستخدميه بعد كل اه عملية ازالة الشعر انت بتعمليها انت كده بصي انت كده في الجون يعني او انت كده مثلا على اعتاب اللي انت تمنع الشعر لان اللي احنا بتتكلم عليه اقوى من الليزر تاني اقوى من الليزر بديل الليزر شوف انت بتدفعي فلوس في الليزر قد ايه ولكن ده اقوى من الليزر تاني يا جماعة احنا بنتكلم على زيت السعد اقوى من الليزر الليزر اتمنى اللي انتو تستفدوا بالمعلومة اتمنى يعني انا اكون يعني بقيت فرش كده اخدت خايف من الحلقة شكرا لكم واتمنى شوفكم في الف وصفة وصفة